التقت الدكتورة مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي عبر تقنية الفيديو كونفرنس ويأتي ذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة واستعرضت الدكتورة مايا مرسي نبدا عن جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية مؤكدة أن مصر حققت تقدما ملحوظا في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليا ودوليا خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين وستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية